اشتركوا في القناة هم بظنوا انه من كان يوحى اليه فهو نبي على اعتبار انه الله سبحانه وتعالى واوحينا اليه امي موسى طب هو اوحى اليوسف عليه السلام وهو في البئر قبل ما يكون نبي والملائكة خاطبت مريم عليها السلام مجرد الوحي لا يعني انه نبي النبوة وظيفة ومهام بد يقوم فيها بين الناس وطبعا واضحون انه صفة الرجولة ضرورية لهذا الباب في هذا الباب بالذات صفة الرجولة والذكورة يعني في هذا الباب لانه هل يبدي يخالط الناس وهل يبدي يذهب في كل مجال وفي كل محفل وبده يصارع وبده يصبر واذا وتفاصيل وكوة الشخصية وتفاصيل طويلة زي قائد الجيش مثلا اللي هو اقل من نبي يعني شو بطلبه دايما يكون ايش ممكن يكون امرأة على فكرة بس مش بظروف الحرب يعني اذا بدنا هيك وزير الدفاع امرأة طب واذا قامت حرب نقول لها على جنب شوية الآن المسألة جد ما عندش فيها مزح فيش فيها يعني مزاودات احنا بدنا صفات الآن طب كيف النبوة طب هي ارقى لذلك كانوا كلهم رجال هذا مش معناته يعني طبعا الرجال لهم وظائف لأنه في خصائص في الرجال مش موجودة في النساء والعكس والمرأة تفضل للرجل في أمور أخرى لأنه هذا تكامل وظيفي تكامل وظيفي بين الرجل والمرأة ما فيش واحد أفضل من الثاني إنما فعلا في صفات الرجل أفضل وفي صفات المرأة أفضل طبعا هو خير لا هذه خيرية هاي كل فرد ودوره في السر إنه يسبق في الخيرية سواء كان ذكر أو أنثى وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إذن قولهم إنه امرأة نبية لمجرد الإحاء هذا غير صحيح لأنه أنت أنت في المنام يوحى إلك إذا كانت رؤية صادقة ولا من وين يعني من وين الرؤية الصادقة بتخبرك بأمور جاي بعد شهر فتراها رأي العين ثم تتفاجأ بعد شهر وإذا بها حاصل حدث هذا شو يسمو هذا ما هو وحي ما هو وحي يعني أنت نبي شيك لا إذا النبوة وظيفة بد يقوم بوظائف يتلقى أوامر ويبلغها للناس وإلى آخر يضمن رسالة سابقة وفرقنا سبق أنه فرقنا بين رسول وان